بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوف انه في عندك ستتان سكس او كوبس الستة بتحكي عن التوازن وهالشخص طاقته ايضا بيحب انه الامور تكون متوازنة فعم شوف انه انت عم تحاول بالمستقبل تستخدم نفس الطاقة انه تكون متوازن ومنصف بحق هالعلاقة او بحق حالك ايضا سواء كان بمشاعرك او سواء كان بالارتباط مع هالشخص لانه هالكرت بيحكي عن التوازن بالاخد والعطاء بالعلاقة على سنز او على حد ارضي يعني على حد التزامات جدية التزامات ارضية بالعالم الارضي ولكن سكس او كوبس بتحكي عن المشاعر فممكن تكون العالم الروحاني ايضا فعم شوفك بالمستقبل عم تحاول توجد توازن بين الامور الفعلية وبين الامور اللي هي الحسية او العقلية او الروحانية ممكن انت تكون عواطفك هون تضغي عليك اكتر من انك تكون شخص منطقي تتصرف بعواطفك اكتر من انك شخص منطقي ولكن اشي منيح انه انت يعني بتسمع العواطفك من جوا او بتتبع عواطفك من جوا مبين ايضا خطوات الحبيب القادمة في المستقبل يعني عم شوفك انت عم تتذكر ايضا اذا كان في بينكم اذا انتوا حاليا مش عم تحكوا مع بعض وكان في بينكم تواصل بالماضي عم شوفك انت عم تتذكر عم تتذكر الماضي عم تتذكر الذكريات اللي صارت بعينك انت وها الشخص بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل عم شوف انه من بعد يعني رح يمر بفترة خيبة امل او خسارة عاطفية ممكن اذا انت تركت هالشخص عم يحسوا كأنه في فرصة ضاعت من بين ايده لانه فيه بالمستقبل ايضا رحيل فممكن انت ممكن انت يعني الطاقة المشتركة هون بينكم فيه شخص عم عم يترك مشاعره او ممكن عم تتركه اشياء قديمة ايضا بشأن اشياء جديدة هالشخص ممكن يكون عم يحس بخسارة لانه عواطفه اللي عم بيحس فيها مش قادر يترجمها او مش قادر يوصلها للك بالاصح او بيحس انه دائما لازم يكون في عنده البرسونة هاي او الشخصية هاي ايضا هالشخص ما بيحب الخسارة ما بيحب دائما يكون هو نمبر وان بيحب هو يكون الاول بيحب هو يكون يعني شخص عنين بيحب هو اللي ينتصر باي نقاش باي مشكلة باي اشي ولكن من جوه هو شخص ايجابي The sun card بتحكي عنه براءة داخلية بها الشخص وهو من جوه شخص يعني بيور شخص بريء شخص عقليته او تفكيره شوي ممكن تكون طفولية اكتر او عفوية اكتر انت ممكن تكون جدي اكتر بالتفكير من هالشخص بدنا نوضح هالشخص ليش بالمستقبل ليش في عنده هالخيبة هالخسارة ليش عميحس انه في فرصة ضاعت من بين ايدو او عميحس بخسارة عاطفية من نوع ما بدنا نشوف شو هي هالوراق وقعت تحت بس بدي يجيبه ورائك عم بتطير يا برج الحوت فاندي لخط الدك مرة ثانية بدنا نشوف ليش هالشخص حزين في عنده اختيار لازم يقوم في هالشخص ممكن يكون محتار او ممكن يكون في عنده شخصين او قرارين بده ياخد منهم بده يختار منهم ممكن يكون ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه برج الجوزاء لانه الكرتو يتبع برج الجوزاء وهو بحيرة من امره عاطفية لانه فيه مبين انه عنده عرض حب من شخص اخر في شخص اخر هون بحيات هالشخص مبين انه في عنده عرض حب ام يقدم له من ضمن شخص ولكن عرض الحب فيه شوي من التلاعب لانه seven of swords هو لص التاروت او سارق في التاروت ففيه اشي عم يخبيه هالشخص ممكن عم يخبي طرف ثالت بالعلاقة او ممكن ايجاع عرض حب من طرف اخر وعرض الحب هيدا مش صادق انا انه seven of swords شخص تريكستر ايضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه تريكستر بمعنى انه ممكن يبين لك شخصية الظاهرة ولكن الشخصية اللي هي في العمق او في العقل الباطني شخصية اخرى فهالشخص عم يحس بخسارة عاطفية لانه ممكن يكون محتار بين شيئين محتار بين شخصين مش قادر ياخد قرار ومش عارف يودي وين مشاعره هالشخص مش عارف لمين يعطي هالكاسة ممكن يكون الشخص اللي عم يقدم له عرض حب من دائرة الاصدقاء حوالي ايضا نحن نشوف لانه الطاقة اللي بينكم رحيل هون المشتركة فبنننشوف شو هي يعني شو رح تتركه بالضبط هم حمم أوراق الايفض high لانه عندك هون رحيل بس رحيل من شو بالضبط موقفين شخص عم يتعامل مع شخصين عنده فكرتين بده يختار منهم The Moon Card ورقة أسرار ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه أيضا برج السرطان أو ممكن هاي أسرار بينكم ومخباية The Emperor ففي وقفة رح تصير هون في اتخاذ قرار رح يصير هون بأنه ممكن أنت إذا عم تحس إنه هالشخص في عنده أو هو العكس ممكن يكون إذا هو عم يحس إنه في حدا بحياتك وإنت عم تحس إنه في حدا آخر بحياته ممكن أنت توصل إلى منطقة أو إلى نقطة إنك تأخذ موقف صارم بأنه هالشخص يختار بينك وبين الشخص الآخر أنا بتوقع الشخص هذا اللي عم تتعامل معه الشريك هو اللي عنده أطراف أخرى لأنه الأوراق متشابهة فهمت عليه فأنت عم تحس إنه في أسرار بالعلاقة عم تحس إنه في مشاعر مخباية وإنت بدك توصل إلى توضيح أو بدك تبعد حالك تماما من من هالنقطة فبطاقتكم بالمستقبل إنت رح تجبر هالشخص أو رح يصير في بينكم تواصل بحيات إنك تحكي لهالشخص إنه بدك يحط نفس الاهتمام بالعلاقة مثل اللي أنت بتحطه أو رح تترك العلاقة أو رح تترك التواصل عم شوف لأنه أنت بدك علاقة صادقة هون بدك شخص منفتح عاطفيا ما بدك أسرار هون ما بدك أشخاص أخرى بالتواصل أيضا يعني أنت مشوفك مصمم عم شوفك امتخذ قرار وعم تمشي وراه ما بدك الشخص الآخر يكون معه شخصين أو يكون في حيرة من أمره وعم يحاول يوازن بين هاد ويوازن بين هاد مثل ما أنت بتعطي بدك أبدك الشخص اللي عم تتعامل معه يعطيك أيضا ولكن فيه رح يكون أيضا ممكن يرمز إلى أنه رح يكون فيه رحيل عن الأسرار يعني رح تتركه يعني هالشخص رح يوصل إلى اتخاذ قرار بأنه يترك الشخص الآخر أو يترك الثرد بارتي أو الطرف الثالث مثل ما منحكي لأنه مبين أنه علاقته معك أو مشاعره تجاهك مشاعره كتير صادقة بده بداية عاطفية جديدة معك ولكن فيه طرف هون بحياة هالشخص عم يسبب له تشوش عاطفي وممكن أيضا الشخص اللي بحياته بحياة حبيبك بحياة شريفك عم يستغل عم يستغل ببراءة وطيبة هالشخص وكونه أنه بيحب أنه يكون عادل ومنصف لأنه الطرف الثالث عم يشوف طاقته كتير تلاعبية شخص كتير بيتلاعب بالحقيقة فهو بتعقدكم المشتركة عم يشوف أنه هالشخص رح يصر إلى اتخاذ قرار والرحيل عن شخص معين أو على علاقة فاشلة بينكم بين الشخص اللي عم يتعامل معه الطرف الآخر لأنه الطاقة هاي مشتركة فهو عم يتخذ قرار ومش رح يتراجع عنه قرار بالرحيل رحيل عن الأسرار طاقة مشتركة بينكم الاثنين رحيل عن الأسرار رحيل عن إذا كان في طرف الثالث أو أي لخبطة بالموضوع لأنه مبين أنه أنتو التنيناتكم عم تبحثوا عن يعني راحة البال مش عم تبحثوا عن وجع راس وعن مشاكل وعن لخبطة هون وأطراف هون الوضع صريح الوضع واضح بينكم فقط الإشي اللي بحياة حبيبك وشريكك حاليا هو هالطرف الثالث اللي هو عم يستخدم طاقة تلاعبية كتير وهالشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير فير شخص كتير عادل فبيحتاج وقت ممكن أنت عم تشوف عم تشوف وحكيت للشخص اللي عم تتعامل معه أنه في حدا بدائرة أصدقائه أو بأطرافه أنت ما بتحبه أو بتشوف أنه طاقته لأنه برج الحوت شخص كتير انت شخص كتير بتحس بتحس بنوايا الأشخاص الأخرى حتى إذا كانت يعني مش واضحة ولكن البرج اللي عم تتعامل معه برج هوائي ما في عنده التواصل مثل الأبراج المائية الأبراج المائية بتحس أكتر ممكن تقرأ أو تفهم الشخص من وجهه من حركاته بدون ما يحكي بس البرج اللي عم تتعامل معه شخص كتير يعني على الورق واحد اتنين ثلاثة فهمت عليه فممكن أنت أيضا تشوف تعرف أنه الشخص مش مش منيح بالنسبة له ممكن يكون عم يتلاهر بأنه صديقه ولكن بده بالفعل يخرب بينكم العلاقة وأنت بتشوف هالإشي بتشوف الوجه المظلم بالشخص ولكن هو مش عم يشوف الوجه المظلم عم حاول يخليها بطريقة كتير منطقية يحلها بطريقة كتير منطقية حبايبي يعني بالمستقبل عم شوف أنه هو رح يوصل هالشخص إلى اتخاذ قرار بشأن الطرف الثالث حبايبي برج الحوت إذا عم تستنى إلى إلى رسالة أو حكي من هالشخص أو تواصل بينكم عم شوف أنه هو فقط بهالفترة بيحتاج إلى فترة وقت مستقطع يوزن الأمور أو يحل أموره حبايبي برج الحوت بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيت القراءة إذا حبيت الويديو لا تنسى تضعي لايك كومنت شارع وسبسكري إن شاء الله رح شوفكم في ويديو القادم شكرا وإنشاء